إيمان الحصري إعلامية جميلة أمرايا والله العظيم مملونة بالألوان عايز أقول لكم يعني من قريب بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل محبي قناتي قناتي ياسمينة اليوتيوب وأخبار النجوم الصحة نعمة كبيرة جدا نعمة منحة ربنا للإنسان وللأسف ما بنحسش بقيمة النعمة دي غير لما بتروح مننا علشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة الكرسة والخطأ الطب اللي تعرضت له المزيع والإعلامية إيمان الحصري إيمان الحصري حل الضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس وحكت من خلال البرنامج على أزمتها الصحية وهنشوف مع بعض أصعب الأوقات اللي عاشتها إيمان في أزمتها الصحية وإزاي ربنا كتب لها الشفا وتفاصيل الأزمة كاملة معنا النهاردة في حلقاتنا وهنتعرف أكتر كمان على إيمان الحصري قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو إيمان الحصري زيها زي أي حد دخلت تعمل عملية بسيطة جدا وفجأة حياتها تشاء لبد بدل ما تطلع بعض يوم أو يومين من عملية بسيطة للأسف قعدت في المستشفى حوالي 8 شهور إيمان تعرضت لخطأ طبي ومضاعفات وده شيء وارد بعد أي عملية لكن للأسف الطريقة في التعامل مع المهزلة دي والخطأ والإهمال هو لسبب مشكلة إيمان وفي مرحلة من المراحل دي أنا فاكرة أنه الطبيب خرج قال لأخواتي أنا خلصت كل حاجة معها ادعو لها أما الأطباء اللي تبعوا حالة إيمان قرروا وقالوا اللي حصل دا كان مهزلة فإذا تمت إجراءات التعامل مع المضاعفات صح مع وجود هذا الخطأ ما كانتش إيمان قعدت في المستشفى كل الفترة دي حيث أجرت إيمان سبع عمليات سبع عمليات في 27 يوم وسبع مرات بتدخل غرفة العمليات وبتاخد بنجو كلي وكانت كل مرة الوضع بيسيء أكتر وأكبر وده اللي خل إيمان تقيم في المستشفى حوالي 8 شهور ولو تم التعامل مع الخطأ بشكل صحيح كانت فضلت إيمان بس حوالي 3 شهور في المستشفى وبعد كده كانت هتكون كويسة والمشكلة اللي عندي إيمان كانت في الأمعاء والقولون نزلي بتطلعي من بتاع الإفاقة ما بتلحقيش يعني دفعية ده كل يومين كل خمسة أيام تقريباً كل أربع كنت عارفة خلاص يعني بعد التالت عملية بقيت حافظة إنه بعد أربعة أيام أنا راجعة خلاص بقى بقيت معروفة أنا راجعة تانية لعمليات ومن كتر الألم في فترة من الفترات لأن احنا بنتكلم على يعني ألم شديد جداً جداً بتبقي خلاص عايزة تدخلي على فكرة عايزة تخدي بنج عايزة تخدي بنج عشان عايزة خلاص مش عايزة تبقي حاسة يعني لو هو ده الحل تخدي بنج على طول وأشارت إيمان بوافد إخواتها جنبها محمد وأحمد وقالت ملناش غير بعض قالت كمان سابوا بيوتهم وسابوا شغلهم وفضلوا تحت رجليها كانوا بيناموا في العربية ومع كل الألم اللي مرت بي إيمان كانت شايلة هم إخوتها إزاي هتقدر تسيب إخوتها الحياة مش إخوتها بس كمان كانت عائلة هم بنتها إزاي هتقدر تسيب كل الناس اللي بتحبهم طول الوقت أخواتي الاتنين أحمد ومحمد وبنتي عالية دولة بقى سابوا حياتهم واسابوا بيوتهم واسابوا شغلهم وكانوا زي ما بيقولوا كده قاعدين تحت رجلي خلال الشهور اللي فاتت كلها يعني ما بتحركوش حتى في الأوقات اللي كنت فيها في العناية المركزة كانوا بيباتوا في العربيات يا حبيبتي يعني ما هو في العناية ما يفعش حد يبقى مرافق كملت إيمان تصرحتها وقالت كانت بتحس إن هي عبارة عن جثة همدة جثة نايمة حسة بس بكل اللي بيدور حواليها حوسها بس هي اللي شغالة عنيها بس هي اللي أدرى إن هي تشوف كل اللي بيحيط بيها كانت بتسمعهم بيتكلموا عنها لكن كانها غير موجودة الكل كان بياخد القرارات بالنيابة عنها أما حالتها على الورق كان كل الشيء بايس طبيا لا يوجد بني آدم كل الشيء غير موجود اتعمل لها نقل دم ونقل بلازمة وكل أسرتها كانت بتتبرع لها كمان إيمان ما كانتش بتاكل كل أكلها كان من خلال الأنابيب لكن لما سفرت الحمد لله حالتها تحسنت قدرت إن هي تقف على رجليها مرة تانية الحمد لله اللي اللي عمليانك حت بالنسبة 2% وهتبقي كويسة وكل اللي قالوا لي حصل اللي مثلا الأسبوع الأول فيه كذا الأسبوع الثاني فيه كذا هتبتدي تبقي طبعية هتبتدي تكلي طبيعي هتبتدي تمشي طبيعي كل الحالات اللي قالواها فعلا حصلت بالموعيد اللي قالوا عليها الحقيقة إيمان عاشت فترة طويلة جدا معتمدة على المسكنات ولما حبت إن هي تبطلها بعد طبعا ما أصبحت كأنها مدمنة لها علجوها عليك تدريجي علشان تقدر تتخلص من الاعتماد عليها وطبعا ده شيء صعب جدا أما الدكتور اللي كمل علاج إيمان وعمل لها العملية في الخارج وصف إيمان بإن هي مقاتلة لو ما كانتش مقاتلة ما كانتش قدرت تعيش الوقت ده كله ولكن طبعا في الأول وفي الآخر دي أرادت ربنا وإني لسه لها عمر علاجية تدريجية للتخلص من المسكنات دي والحمد لله كانوا بيقولوني إن أنا مقاتلة هم كانوا يعني هم نفسهم يعني فيه الدكتور العملي العملية دكتور لانورد مارا قال لي أنت لو مش مقاتلة كنتي هتبقي ميتها علاج إيمان كان في ألمانيا وقالت كمان إن كل الناس دعت لها وقالت كانت فيه ناس بتضيئ الشموة وتدعيلي وكمان فيه ناس كانت بتعمل لي عمر وحست إن التحسن في حالتها جاي من الطاقة الإيجابية طاقة دعاء الناس ليها إيمان صرحت وقالت كمان إن الطبيب بكى بكى لما شاف حالة إيمان وقال إن فيه أشياء غير منطقية فشخص تتدمر حياته بسبب خطأ ده وارد لكن كمان العلاج علاج الخطأ يكون بخطأ أكبر منه ده شيء صعب جدا وقال لها بعد ما بكى اعتذرلك بالنيابة عن كل أطباء العالم قالت كمان في الخارج ما بيعطوش أي وعود أو أحلام بيقولوا لك الحالة بالضبط وضعها إيه وكمان بيمضوك على إقرار ممكن طبعا من مضعفات الحالة إن هي تؤدي إلى الوفاء وكل ده صرح إيمان بيه في الخارج لكن الحمد لله إيمان ظلت خمس أو ست ساعات وقت العملية في الخارج والحمد لله إيمان رجعت زي الأول وإن شاء الله هتبقى أحسن وأحسن ومن الشيء الجميل بقى إن إيمان شاركت في افتتاح طريق الكباش ورجعت إيمان بأول حدث وقالت إن الحدث ده كان حدث طيب جدا وطرك في نفسها أثر جيد لكن كانت خايفة جدا من رد فعل الناس وده لأنها خست وكمان رجع مجهد وبقى لها فترة ما قدمتش حاجة وقالت كمان وهي في الوصر أثناء عمل البروفوات الكل كان مقدر ده والحمد لله الحفلة خرج بشكل جميل سيشرفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمي لبدء مراسم الاحتفال هنتعرف أكتر دلوقتي على إيمان حصري إيمان حصري اتولدت سنة 1981 عمر إيمان الآن 40 عاما إيمان خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اتجوزت قبل كده من واحد خارج الوسط الإعلام والفن وانجبت منه ابنتها عالية عالية دلوقتي شابة وتشبه إيمان كثيرا وشفنا صورتها في أول الفيديو في عام 2017 إيمان علنت خطوبتها من رجل الأعمال على إلا بودي لكن الخطوبة لم تستمر طويلا وعلنت ده على الفيسبوك وكانت كتبت وقتها وقالت حيث يوجد حب توجد حياة بدأت مشوارها الإعلامي بالعمل كمرسلة وده كان في قناة النيل للأخبار عام 2002 وده بعد تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال قناة النيل للأخبار وده قبل ما تشارك في تقديم برنامج البيت بيتك سنة 2006 مش بس كده إيمان سنة 2007 سفرت للأراضي الفلسطينية المحتلة وعملت كمرسل حربي لقناة النيل للأخبار وانتقلت بعد كده لقناة الحرة وقدمت لنا برنامج هنا واللي بيتناول الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية وبعد ثورة ينايل قدمت لنا إيمان الحصري برنامج على قناة الصدى البلد سنة 2012 لكن البرنامج ده ما استمرش طويلا أما في عام 2013 انتقلت إيمان الحصري لقناة المحور وشاركت في تقديم برنامج 90 دقيقة ومن ضمن مواقف إيمان الطريفة لما دخلت في مشادة كلامية مع توفيق عكاشة وده لما قالت له أن اللبس حرية شخصية فرد عليها رد غير متوقع وقال لها يعني ينفع مثلا تطلعي تقدمي برنامج وانتي لابسة أميس نوم فكان بمثابة إحراج لإيمان لكن بعد البرنامج أسنى توفيق عكاشة على تقدمها اخترتها مؤسسة الرئاسة لتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي وده كان في يوم 13 مارس عام 2015 وبعد كده انتقلت مؤخرا إلى قناة ديم سي ونقدر نقول لغاية دلوقتي الحمد لله أن إيمان رجعت لنا بالسلامة طبعا كلنا عارفين أن إيمان كانت بتعاني من مشكلة بسيطة جدا لكن سبحان الله لما ربنا يريد بشيء إيمان كانت بتعاني من جرسومة المعدة وبعض المشاكل ونزيف في المعدة والقولون ولكن دخلت في متاهة كبيرة جدا ولكن بإرادة ربنا وبدعاء الناس لها رجعت بالسلامة نتمنى في الفترة اللي جاية إن شاء الله نشوف برامج جميلة جدا لإيمان وبنقولها ألف حمد الله على السلامة وياريت بقى في آخر الفيديو نوجه كلمة لإيمان وشكرا لكل الناس اللي استمرت معايا لغاية آخر الفيديو بس ما ننساش نضغط لايك للفيديو انتظرون إن شاء الله في قناة ياسمنت اليوتيوب وأخبار النجوم هنقدم لكم إن شاء الله أحدث الأخبار الفنية وقصص حياة الفنانين والترندات وزمن الفن الجميل كل دا معانا في قناة ياسمنت اليوتيوب وأخبار النجوم اشتركوا في القناة